يحدث العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة تحت شعار كسر التحيز شعار يهدف إلى تعزيز فكرة أن يكون العالم خالياً من التحيز والصور النمطية والتمييز ويدعو إلى مساواة المرأة بالرجل ويجعل ذلك واجباً فردياً كما هو واجب جماعي وفي هذا اليوم من الواجب التذكير بأن المرأة الليبية التي استطاعت تغيير الصورة النمطية للمرأة وبرزت ذلك حين باشرت دخول معترك الحياة السياسية وعززت دورها داخل المجتمعات المحلية والدولية وهذا يعتبر تحدياً كبيراً بالنسبة إليهن باعتبار طبيعة البيئة المجتمعية في ليبيا حيث تامير دائماً كفة الميزان لصالح الرجل ولكن الأمور قد تسير في الاتجاه الصحيح اليوم إذ يمر الليبيون بفترة من التغييرات الكبرى ويحاولون بناء نظام سياسي جديد وتحديات بناء دولة أكثر احتراماً لحقوق المرأة بعثة الاتحاد الأوروبي أكدت من جانبها أنها ستستمر في دعم تلك الأصوات الليبية الصاخبة التي تعمل بشكل دؤوب بهدف ممارسة المرأة الليبية لحقها في أن تكون طرفاً في عملية السلام في ليبيا والتحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي البعثة اعتبرت تعليق الأخير المؤقت لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن الصادر عن محكمة الاستيناف في طرابلس بمثابة نكسة للعديد من الليبيين الذين كانوا يدافعون عن المشاركة المتساوية للمرأة في حل النزاع في ليبيا وتابعت البعثة أن النساء الليبيات لا يطالبن بمقاعدهن في الحكومة وصنع القرار العامي فحسب بل هن أيضاً مبتكرات ورائدات أعمال يدفعن بالتنمية الاقتصادية في البلاد إلى الأمام مرحبة بالتزام ليبيا الذي تم تأكيده في مؤتمرين ليبيا في برلين وباريس وبالتركيز على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والهادفة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة كما جددت البعثة عن دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه العديد من المبادرات لحماية النساء والفتيات وتعزيز نفاذهن المتكافئ إلى التعليم والفرص الاقتصادية وتحقيق مشاركتهن الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع مستويات صنع القرار دون خوف